السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم القيامة يتحصر الغافلون عن ذكر الله يقول صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حصرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب ويقول عليه الصلاة والسلام ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها فالله تعالى يأمرنا بذكره فاذكروني أذكركم منة عظيمة يمنها الله على عباده ما كان لهم أن يحصلوا عليها إلا بكرمه وواسع رحمته فألا بذكر الله تطمئن القلوب فبذكر الله تطيب النفس ويطمئن القلب وتهدأ الجوارح تدفع الآفات وتكشف الكربات وتهون المصيبات لم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر هو إنقاذ للنفس من أتعابها واضطرابها وهمومها فيا من شك الأرق وبكى من الألم يا من أتعبته المشاكل وأعجزته الوسائل بقدر إكثارك من ذكره يهدأ قلبك وتسعد نفسك ويرتاح ضميرك إذا مرضنا تداوين بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فلا يشغلك عن الله شيء وإياك ونسيان الله الذي قال في كتابه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال تعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه فما أجمل أن يكون معك يغني فقرك ويجبر كسرك ويرفع قدرك من كان الله معه فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزقاها عند مليككم وأرفعها درجات وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورقة وخير لكم من أن تلقوا أعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ومن أحوال السلف مع الذكر أن بعضهم قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله ومعرفته وذكره فاللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات ولا تحرمنا من ذكرك وطاعتك ورحمتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ترجمة نانسي قنقر